الخمسة زوالا بتوقيت الجزائر رحلا بكم مشاهدين الكرام إلى تسعون دقيقة من الأخبار من أول قناة إخبارية في الجزائر والتي سنوافقكم من خلالها بأهم وآخر المسجدات في أرض الوطن وكذا خارجه ونستهل هذا الموعد الإخباري بالأحوال الطقس حيث ستكون جواء صفية وحرة نسبيا مع نسبة رطوبة مرتفعة نوعا ما ستميز مجمل المدن الشمالية للوطن يوم غد الأربعاء بحل الله أما بالنسبة لتوقعات الطقس لصبيحة الغد الأربعاء الأشواء من صفية إلى مغشات جزئيا بأغلب المدن الشمالية وحتى الجنوبية للوطن درجة الحرارة الدنيا نسجل لصبيحة الغد الأربعاء ستتروح مبين 18 إلى 24 درجة مئوية بشمال ومبين 22 إلى 30 درجة مئوية بالجنوب نمر إلى توقعات الطقس لظهيرة الغد الأربعاء تبقى دائما نجواء من صفية إلى مغشات جزئيا الأغلبية السواحل الوطنية غير أن الأمطار الرعدية ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى الغربية بالجنوب والأجواء ستكون أيضا من صفية إلى مغشات جزئيا مع احتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية على مرتفعات الهوغار والتصري وحتى الجنوب الغربي هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرارة قسوة ستتراوح ما بين 30 إلى 40 درجة بشمال وما بين 36 إلى 46 درجة بالجنوب ترجمة نانسي قنقر